رغم أن الحكومة العراقية صادقت على تجديد العمل بمذكرة التفاهم مع الأردن والتي تقضي بتزويده بما يعادل عشرة ألاف برميل من النفط يوميا إلا أن إعلان الأردن عن توقف وارداته من نفط العراق أثار تساؤلات كثيرة المذكرة التي صادقت عليها الحكومة العراقية مجرد تجديد للاتفاق الجاري منذ سبتمبر 2021 لأن الأردن أراد تجديد المذكرة بما يسمح له بالحصول على كميات أكبر بناء على الخصم والذي يبلغ 16 دولارا أقل من سعر خام برينتا لتغطية تكاليف النقل والتأمين ويشكل الاكتفاء بتجديد المذكرة وفقا للكميات السابقة نفسها من جانب حكومة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني رفضا عمليا أو تجاهلا مقصودا لمطلب الأردن بمضاعفة الكميات المستوردة وتقول مصادر مطالعة لواني نيوز أن الإطار التنسيقي هو من رفض التوسيع نطاق المذكرة وألزم حكومة السوداني إلى الاكتفاء بتجديدها على الكميات السابقة وهو ما دفع الأردن إلى التوقف عن الاستيراد ريثما يعلن موقف واضح من مطلب الأردن هذا الموقف سيسمح لواشنطن بالتدخل على خط الوساطة لسيما وأن السوداني سبق وأن تعهد للرئيس الأمريكي بالعمل على توطيد الشراكة مع الأردن ولكن ضغطات الجماعات الموالية لإيران على حكومة السوداني تبدو وكأنها قد أصبحت عقبة تقف في طريق تحقيق الأهداف المعلنة